أهلا بكم في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي رحب قداسة الباب فرنسيس في مقابلتي العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدث في مقابلتي التي ألقاها من قاعة بولوس السادس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كحليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأبو الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرنسيس تكلم قداست البابا اليوم على الشيخوخة التي هي ضمانٌ وتمأنينةٌ لبلوغ هدف الحياة التي لن تمتعبداً وقال كلمات حلم دانيال النبوية التي أصغين إليها في القراءة من سفر دانيال فيها رؤيةٌ عن الله غامضةٌ ومشرقةٌ في الوقت نفسه وتكررت تلك الكلمات نفسها في بداية سفر الرؤية وتشير إلى يسوع القائم من بين الأموات الذي ظهر للرأي على أنه المسيح والكاهن والملك والأزلي والعليم والثابت الذي لا يتغير إن الإشارة إلى الشعر الأبيض في سفر الرؤية هو دلالةٌ على الرمز القديم لزمنٍ طويلٍ جداً ولماضٍ صحيق ولوجودٍ أبدي وصورة الله قديم الأيام بشعرٍ أبيض ليست رمزًا لمعنى له إنما هي صورةٌ من الكتاب المقدس فيها نبلٌ وحنانٌ وحكمة وقال قدسته شهادة كبار السن صادقةٌ بالنسبة للأطفال ولا يستطيع الشباب والبالغون أن يقدموا شهادةً مثل شهادتهم أصيلةً حنونةً ومؤثرةً وهي تجمع بين أعمار الحياة وأبعاد الزمن نفسه الماضي والحاضر والمستقبل إنه لأمرٌ مؤلم أن نرى أن البعض ينظرون إلى أعمار الحياة على أنها عوالمٌ منفصلة متنافسة وكأن كل عمرٍ يحاول أن يعيش على حساب الآخر البشرية قدمةٌ جداً إذا نظرنا إلى زمن الساعة لكن ابن الله المولود من امرأة هو الأول والآخر في كل زمنٍ ولا أحد يخرج عن جيله الأبدي وقوته التي هي غايةٌ في الجمال وعن قربه وحبه ترجمة نانسي قنقر